موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام أهلا بكم في عدد جديد من الإخبارية تهندينج نستعرض لكم فيها أهم تدولة صفحة مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انستغرام، وتويتر ونستهلها اليوم باليوم العالمي لشغل حيث تحتفل الجزائر على غرار دول العالم بهذا اليوم في ظل ما أنجزته من مكتسبات وخطوات لتحقيق الارتقاء بالعامل والاقتصاد الوطني والتعليقات جاءت بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم العمل عبادة ويساهم في التقدم ورقي اقتصاد الوطن أما صاحب هذا التعليق فكتب في هذا اليوم العالمي كل عام عمال العالم بألف خير وعمال الجزائر خاصة العديد من المكاسب تحققت للعمال هذه السنة بالجزائر بالنظر للإصلاحات التي كانت ونتمنى المزيد من الإنجازات في قادم الأيام إن شاء الله أما صاحبة هذا التعليق فكتبت لازم كامل نعمل اليد في اليد باش نخدم بلادنا وانطلعوها إلى أعلى المستويات عاشت الجزائر إن شاء الله دائما في الرقي والازدهار نمر إلى ترنت آخر وفي التفاتة تضامنية من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ولأول مرة أقيم بمسجد باريس إفطار جماعي لفائدة طلبة من أفراد الجالية الوطنية بفرنسا وتنضرج هذه المبادرة ضمن حرسي واهتمام رئيس الجمهورية الدائم في الجالية الوطنية إذن هؤلاء هم طالبة أفراد جاليتنا بفرنسا الذين أقيم على شرفهم هذا الإفطار بمسجد باريس بهدف ترسيخ غيم التواصل والتمسك للوطن الأم رواد مواقع التواصل الاجتماعي علقوا على هذا الفيديو حيث كتبت صاحبة هذا التعليق هذا النوع من المبادرات تدخل الجالية تعتز بالوطن رغم البعد عنه وجاء في تعليق آخر هذه المبادرة النبيلة من السيد الرئيس الجمهورية تجعل أبناء الوطن يشعرون بالاهتمام بهم أينما وجدوا أما صاحبة هذا التعليق فكتبت التفاتة طيبة من السيد الرئيس الجمهورية الله يتقبل منه ومنا صالح الأعمال نبقى دائما في الأجواء الرمضانية وفي فعالية طبعة الحادية عشر من مسبقة تاجي القرآن الكريم التي اختتمت بثتويجي الطالبة مريم أعراب من ولاية عنابة والطالب عبد العزيز سحي من ولاية المسيلة بلقب تاجي القرآن الكريم لهذا الموسم هنيئا لهم بهذا التتويج والتعليقات على فوزهم جاءت كالتاليح حيث كتب صاحب هذا التعليق ما شاء الله في ميزان حسناتكم جميعا رفعكم الله وأعلى مقامكم في الدنيا والآخرة أنتم وأهلكم الأفاضل وجاء في تعليق آخر ما شاء الله ربي بارك مثل هؤلاء الذين يستحقون التكريم أما صاحبة هذا التعليق فكتبت تاجي القرآن كانت فرصة لاكتشاف العديد من المواهب في حفظ القرآن وتجويده ما شاء الله وهنيئا لتلفزيون الجزائري بهذه المسابقة الناجحة بكل المقييس في شهر رمضان شهر القرآن من أجواء رمضان ننتقل إلى عيد الفطر المبارك حيث يطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على منصاتها المختلفة كل سنة حملة البس جزائري في العيد هذا الهاشتاغ يشارك فيه مشاهير وعالميون ومؤثرون من داخل وخارج الوطن حيث يرتدون الزي التقليدي والجزائري المتنوع للتعريف به وبأصلاته فتنتشر الفيديوهات والصور على مختلف الصفحات لتعبر عن تمسك المرأة الجزائرية بتقاليدها المتورثة عن الأجداد أما التعليقات على مثل هكذا هذه الفيديوهات والصور جاءت أخيرا حاجة إيجابية الحمد لله مازال كين منشورات كيف هادو يفكرون بأننا لازم نفتخر بانتماءتنا كل التوفيق والنجاح وجاء في تعليق آخر ما شاء الله على تراثنا أما صاحبة هذا التعليق فكتبت حن الأصل تراثنا متوارد وبهذا مشاهدين الكرام نصل إلى ختام عدد تراندينج لنهر اليوم عدكم مبارك سلام موسيقى 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 موسيقى